صحة وسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير والنور والإشراق صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة صباح مليء بالإنجازات والتفاؤل والطاقة الإيجابية المتجددة أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المميزة دائما إذاعة نور دبي صحة وسعادة برنامج تقدمه هيئة الصحة بالشراكة مع مستشفى الزهرة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نطرح في هذا البرنامج مختلف الموضوعات الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع فأطيب التحيات مني إليكم محدثكم محمود يوسف العلي ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة وفريق العمل الإذاعي ومن الإخراج للساد عيسى سبيل والتنسيق لأخت أسمى الجناحي فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المتميزة بمقترحاتكم وبالأمور التي سوف تطلعون عليها إن شاء الله أثناء سير هذه الحلقة فقط للتنويه يعني حلقة اليوم نحن ننقلها على حساب الهيئة في موقع البريسكوب بالصوت والصورة اللي حاب يتابعنا كذلك ممكن أن يتابعنا من خلال حسابنا على البريسكوب DHA underscore دبي مثل ما عودناكم دائما بداية الحلقة نأخذكم في جولة لأهم الأخبار التي تطالعنا بها الصحف ووكالات الأنباء خبرنا الأول يقول السقائر الإلكترونية تسبب العقم هذه هي الخلاصة التي توصل إليها فريق علمي من جامعة هونغ كونغ من خلال دراسة علمية أثبتت نتائجها أن تدخين السقائر الإلكترونية بصورة دورية يسبب العقم لأنه إضافة إلى النكوتين تدخل إلى الجسم مركبات كيميائية عديدة خطرة على الصحة وقال الفريق أن الهواء الجوي مهما كان ملوثا لا يمكن مقارنته بالمركبات الكيميائية التي تأتي إلى الجسم من السوائل الخاصة بالسقائر الإلكترونية ودرس العلماء 13 محلولا تستخدم في السقائر الإلكترونية فتبين أنها عند تسخينها تنبعت منها مركبات كيميائية خطيرة مثل الهيدروكربونات وحتى الفورمالديهيد كما اكتشفوا وجود مواد مضادة للاشتعال فيها وأخرى مصرطنة تسرع جدا في نمو وتكاثر الخلايا السرطانية ودع الخبراء إلى مساواة السقائر الإلكترونية بالسقائر التقليدية ومنع تدخينها في الأماكن العامة وتجدر الإشارة إلى أن 16 دولة في العالم منعت هذه السجائر منعا باتا وأعتقد من ضمنها أيضا دولة الإمارات تمنع استيراد مثل هذه السقائر لما لها من خطورة عالية الآن أحيانا حتى بعض الأمور الخاصة بالسقائر الإلكترونية نلاحظ أنه في الكثير من المدخنين ينتقلون لمثل هذه السقائر على أساس أنه يتركون التدخين العادي طبعا مثل ما شفتوا الشغلتين مضرات بالصحة فاللي يتوقع أنه من خلال تدخينه للسقائر الإلكترونية بيخفف الضرار لا هناك ضرار أخرى في هذا الموضوع نتمنى مراجعة النفس قبل ما الواحد يتوجه لمثل هذه السقائر عموما الخبر ثاني يقول عناصر تقي من احتشاء عضلة القلب يربط الأطباء انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية بنمط حياتنا حيث لم نعد نقضي وقتا كافيا في الهواء الطلق وصرنا عصبيين أكثر ونتبه حميات غذائية قاسية لذلك ينصح خبراء التغذية بالامتناع عن اتباع هذه الحميات الغذائية القاسية المحافظة على صحة القلب فقد كان الدكتور كار فيير مؤسس علم الطب الغذائي قد أشار إلى أن التغذية الصحيحة قادرة على وقايتنا من أغلب الأمراض المزمنة ويجب أن تتضمن التغذية ما يلي الزيوت الدهنية غير مشبعة أي حامض أوميغا 3 المفيد للقلب والموجود في الزيوت النباتية والأسماك الدهنية والمكسرات الماغنيسيوم الضروري لمنع تشنج العضلات ومن ضمنها عضلة القلب هذا العنصر موجود في المكسرات والبذور والخضروات والعدس الأحمر الإنزيم كيوتن هذا الإنزيم يساعد الخلايا على إنتاج الطاقة بالتعاون مع عنصري السيلينيوم والزينك وفيتامينات سي وإي ويحمي الشرايين وهو موجود في اللحوم والبيض والأسماك الفيتامين دي يخفض احتمال الإصابة بنسبة 40% واحتمال الموت بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 81% والجسم ينتج بنفس هذا الفيتامين بمساعدة شعة الشمس ويوجد بنسب صغيرة في الأسماك وبعض أنواع الفطر والبيض الزينك يقوي الأوعية ويحميها ويوجد بكثرة في بذور اليقطين والمكسرات أيضا الفيتامين سي مضاد فعال للأكسدة ويخفض مستوى الكولسترول في الدم يوجد هذا الفيتامين في الفواكه الطازجة والأثمار والبقدونس والبصل الأحمر والحمضيات والكرنب الفيتامين إي يخفض مستوى الكولسترول في الدم ويوجد في المكسرات والأفوغادو والبذور السيلينيوم يخفض من احتمال الإصابة بخصور في عمل القلب ويوجد بكثرة في الجوز البرازيلي والأعشاب المائية الطحالم هذه يسمها صعب المواد البيولوجية النشطة يساعد على تحسين امتصاص المواد المفيدة ويقوي جهاز المناعة ويوجد في الألبان وبعض أنواع الأجبان الإليسين هذا المركب الكيميائي يتكون عند تحطم خلايا الثوم وتعبر عنه الرائحة التي تنبعث منه مضاد فعال للبكتيريا والفطريات ويحسن تدفق الدم في الأوعية الدموية وينظم مستوى ضغط الدم الليكوبين هو نوع من أنواع الكاروتين يوجد في الطماطم والبطيخ ويعتقد أنه مفيد في علاج كريسترول السيء LDL والدهون الثلاثية ويحسن مرونة الأوعية ويحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الأرجنين أو الأرجنين حامض عضوي يساعد في تخفيض مستوى ضغط الدم ويوجد في البقول والمكسرات والقمح وأسماك المياه الباردة التاورين يحسن عمل الشرايين والقلب ويوجد في اللحوم الحمراء والبيض والمواد الغذائية البحرية إذن نسمعنا مثل ما ذكرنا الحميات الغذائية يجب أن تحتوي بشكل عام على كل العناصر الغذائية اللي نحن نحتاجها تقريبا من خلال استعراضي لهذه المواد والعناصر لاحظنا أنها هي تركز على مختلف المواد الغذائية اللي نحن نحتاجها اللي يقول بسوي حمية غذائية إن شاء الله اللي يقول بسوي حمية غذائية هذه الحمية يعني بامتنع فيها عن تناول بعض اللحوم ولا بعض الأشياء طبعا حين سامحوني أنا عندي مساعد مخرج والمخرج قاعد يضحك المساعد قاعد يسوي لي أطلع فاصل أطلع فاصل فبطلع فاصل إن شاء الله بس أكمل هاي المعلومة لو تسمح الفكرة الأساسية أن والله نسيتني يا ريال عموما الفكرة الأساسية أنه يجب أن تحتوي الحمية الغذائية على كافة المواد الغذائية اللي تفيد الجسم لأنها تساهم بشكل أو بآخر في حمايتنا من العديد من الأمراض من ضمنها أمراض القلب أمراض القلب اليوم نحن نتناول في ملفنا الطبي حقيقة مبادرة نبضات لعلاج تشوهات قلوب الأطفال ومن اتطرق بالحديث بطبيعة الحال إلى العديد من الأمراض التي تساهم أو العديد من العادات التي تساهم في وقايتنا من مثل هذه الأمراض من خلال استضافتنا في السوديو الدكتور عبيد محمد الجاسم استشاري ورئيس قسم القلب وجراحات الصدر بمستشفى أدبي فعقب الفاصل ما نطرح هذا الموضوع اللي حاب يتداخل معانا حول هذه المبادرة المجال مفتوح له على الرقم 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006 سامحونا على الإطالة وخذوا الفاصل صحة وسعادة أسعد الله وأوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي قبل الفاصل يعني تحدثنا حقيقة عن خبر عن أمراض القلب وطرحنا بعض الأمور الخاصة بدراسة يعني استعرضا فيها العناصر التي تقي من احتشاء عضلة القلب الآن منتقل إلى مبادرة نبضات الإماراتية لعلاج تشوهات قلوب الأطفال واحدة من أهم المبادرات الإنسانية والصحية العالمية التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تأتي أهمية هذه المبادرة من الأبعاد الإنسانية العميقة التي تلمس حاجة الأطفال المعوزين والفقراء لمن يفتح أمامهم إن شاء الله طاقة أمل للحياة ويأخذ بيدهم إلى التعافي من مختلف الأمراض والتشوهات القلبية التي تهدد حياتهم حول هذه المبادرة وإنجازاتها في مختلف بلدان العالم يدور موضوعنا اليوم ويسعدنا أن يكون معانا دكتور عبيد محمد الجاسم استشاري ورئيس قسم القلب وجراحات الصدر في مستشفى دبي بهية الصحة بدبي حياك الله معانا دكتور أهلا وسهلا صواح الخير دكتور أنا بطلب منك تقرب من المايك على أساس المستمعين يسمعون لك بشكل كبير دكتور كنت معانا أثناء الخبر اللي كان يتكلم عن عناصر تقي من احتشاء عضلة القلب وقلت لي محمود أنا عندي تعليق على هذا الموضوع فقبل أن ندش في موضوعنا خلنا ناخذ التعليق شوف بشكل عام أمراض القلب والأوعية الدموية لها مسببات مثل ما قلنا بس أنا مع الدراسة والخبرة عرفنا أن المسببات هاي يوم تكون من الجسم نفسه مسببات داخلية أو عوامل داخلية من الجسم أو عوامل خارجية فبشكل عام أمراض القلب تأتي مع الزمن هاي نسميها مكتسبة غير التشوهات الخلقية لما نتكلم عنها في الأطفال هاي مكتسبة تأتي مع الزمن احنا نعرف أن من السوات البشرية الضغط والسكر والكلسترول هذا موجود في جسم الإنسان والوراثة فالوراثة نحن نعتبرها عامل رئيسي لكن مو بكل حد يطلع له مرض القلب يعني عنده وراثة يطلع له مرض القلب فأتي بعوامل من داخل الجسم اللي هي الكوليسترول والسكر والضغط بعد مو بكل حد عنده هاي العوامل تأتي لأمراض القلب لكن نحن نلاحظة مع الزمن ومع التطور اللي صاير في العالم العوامل الخارجية هي بدت تكون العامل الرئيسي اللي تسبب أمراض القلب واللوعية والشرايين العوامل الخارجية اللي هي مرتبطة بنمط الحياة نعم نمط الحياة أنت تكلمت عن بداية عن مطل الحياة أسلوب الحياة صار عنا نحن اليوم عوامل التغذية نعم عوامل غير صحية أو تغذية غير صحية جميل أوقات غير مناسبة العامل الثاني نحن الضغط النفسي زاد الضغط النفسي على الناس العمل والحياة هي الحركة السريعة في الحياة وزحمة اللي صارت جميل نحن ما نتكلم عن هالمواضيع دكتور بالتفصيل لكن أيضا اسمح لي أرحب معانا عبر الهاتف الأستاذ صالح زاهر المزروعي مدير عام مؤسسة محمد براشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية حياك الله معانا أستاذ صالح شاء الله حياك أخوية طيب نحن اليوم الملف الصحي اللي نحن نتكلم عنه عن مبادرة نبضات هذه المبادرة هي بالتعاون ما بين مؤسسة محمد براشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وأيضا ما بين هيئة الصحة بدبي سمحوا الله الآن ما نتكلم عن المبادرة يا ترى ما هي هذه المبادرة متى بدأت ويعني شو ممكن نقول عن مبادرة نبضات لعلاج تشوهات قلوب الأطفال ما أدري أوجه هذا السؤال في البداية حق الصالح ولا حق الدكتور كيفكم والله أنا أول شي حبيت أصبح عليك وأصبح على دكتور عبيد الجاسم وعلى المستمعين صباح النور خوي صالح صباحك الله بالخير الله يحفظ يا دكتور كون أن هذا السؤال فيه شق كبير منه طبي فأنا بفضل السؤال هذا يجاوب عليه دكتور عبيد الجاسم أول جميل أنا برجع لدور المؤسسة في الحملة لكن خلنا مثل ما تفضل السؤال صالح تفضل دكتور خلنا نتكلم متى بدأت هذه المبادرة وما هي هذه المبادرة التي حقيقة تحمل في داخلها الكثير من المعاني الإنسانية أول شي أشكر لك صالح زاهر المزروعي وأدعمهم الكبير من المؤسسة محمد بن راش للعمل الخيري والإنسانية لمبادرة نبضات دورهم جليل في الموقف وفي المبادرة هذه إزاهم الله خير وكذلك دور هيئة الصحة بدبي توفير الكادر وتوفير المعدات في داخل مستشفى دبي ومساعدتنا في الحملات الخارجية المبادرة متبتة المبادرة أخوي محمود نحن فكرنا فيها طبعا من 2007 بدنا نسوي حملات داخلية داخل مستشفى دبي نظرا للحاجة الكبيرة اللي شفناها موجودة في المجتمع لهذه الخدمة التشوهات القلبية في الأطفال موجودة في كل العالم تصيب الأطفال بالنسبة 0.8% يعني 8 أطفال من كل ألف مولود ممكن يصير عندهم بتشوهات خلقية والأطفال نحن شفناهم هاي الموجودين طبعا عندنا في مجتمعنا والخدمة كانت صراحة يعني من موجودة بشكل كامل موجودة لكن من موجودة بشكل كامل فجلسنا مع المسؤولين في هيئة الصحة جزام الله خير ومؤسس الشيخ محمد بن راشد الأعمال الخيرية والإنسانية أطلقنا هاي المبادرة أن نحن نقوم بعمليات قلب مفتوح وقسطرة للأطفال هذه سواء مواطنين أو مقيمين في دولة الإمارات بشكل مجاني واتفقنا على أن نقوم تقريبا بشكل منظم أربع حملات سنويا داخل الدولة وبدأت تطور المبادرة وبدأت تنجح وتأخذ لها سمعة ومكانة والحمد لله وخلال السنوات الأولى قدرنا نعالج كثير من الأطفال كلهم بالمجان وبدأت تتينا طلبات من خارج الدولة الناس بدأت تسمع بالمبادرة بدأت تتينا طلبات من دول مختلفة من أفراد أو أسر وكذلك مراكز في دول ليس عندهم المكانيات جميل دكتور أنا بتناول الحملات الخارجية نعم لكن بعد ما أتناول بعض الحملات الداخلية اللي صارت بالتفصيل لكن قبل ذلك خلني أتوجه إلى دور المؤسسة وبرجع لك دكتور ممكن بس تداخل قبل ما نخلي الأخ صالح يعلق على الموضوع فهدف المبادرة كانت تخفيف العب المالي والاجتماعي على الأسر والأفراد لأن إذا عندهم طفل مريض صعب يكون عندهم يتركون أطفالهم الثانين عندهم مدارس عندهم أشياء ثانية ويسيرون مع الطفل هذا الدولة خارجية لعلاج خارج الدولة فهذا تخفيف العب الاجتماعي والعب المالي لتكاليف كثيرة على الأطفال وعلى الأسر العملية الوحدة يمكن خارج الدولة يتكلف يمكن 300 ألف ترهم غير تكاليف اللقامة والسفر وهذه الأشياء بعدين نحن طبعا تعاوننا مع فرق عالمية خلني أخذ التفاصيل جدا دكتور خلني أخذ التفاصيل جدا بس على أساس أنه نمشي حبه حبه في المبادرة أستاذ صالح دور مؤسسة محمد براشد للأعمال الخيرية والإنسانية في هذه الحملة أول شيء مثل يعني كلام دكتور عبيد كلام وافي دور مؤسسة محمد براشد للأعمال الخيرية في هذه المبادرة مؤسسة محمد براشد للأعمال الخيرية كما هي يعني مشهود لها أنها عندها عمل داخل الدولة وخارج الدولة وخاصا تأتي أهمية وأولوية كبيرة جدا للبرامج الطبية ومن ضمن البرامج الطبية أو الخدمات الطبية التي تساهم فيها المؤسسة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي برنامج نبضات برنامج نبضات هي عبارة عن إجراء عمليات جراحية فيها تفلفة مادية في بعض الحالات أو بعض الأسر يعني ما يقدرون يتحملون أو ما عندهم القدرة على تحمل هذه التكاليفة بدور المؤسسة تكون في تداد المبالغ هذه عن الأسر هذه وكذلك بالنسبة للمبادرات الخارجية المؤسسة تتحمل العبء المالي ومن التنظيم الإداري من الأمور اللوجستية السكن السكن للطريق الطبي التنقلات المواد الطبية كل هذه تتحملها المؤسسة من ناحية المالية من ناحية نقلها إلى الدولة التي تجرى فيها هذه المبادرة الطبية وهذا من طلق توجيهات القيادة الرشيدة عندنا تباثر الجهود ما بين الجهات الحكومية لتقديم خدمة مجتمعية فاعلة للمجتمع من هذه الرؤية ومن هذه المنطلق تم التطاق مع هيئة الصحة بدعم وتطوير هذه البرنامج ومثل ما ذكر الدكتور عبيد أن انطلاق البرنامج هذا كان من 2000 سنة 2007 وكانت بداية البداية كانت فيه جراء عمليات داخل دولة الإمارات وتم تطوير هذه الفكرة بآراء الدكاترة وخاصة آراء الدكتور عبد الجاسم اللي يعني أضفت كثير من التطور والتمييز فيه برنامج نبرات جميل الصالح أنا يعني الحلقة عندي مستمرة يعني مضطر أطلع فاصل وبرجع بس ما أدري شو ظروفك هل ممكن تكمل معانا ولا بتكون بتكون والله ودي ولكن الحين بعد في الدخل وعلي جماعة وهي اللي يعطينا الموعد الله يغينك يعني من أبي طبي واصلين يعني زين أنا بس آخر سؤال قبل لا أطلع الفاصل هذا بس على أساس أني أعطي المؤسسة حقها في هذه المبادرة لأن بالأمانة هناك جهود كبيرة تقوم بها هذه المؤسسة الجليلة في مختلف الأعمال الخيرية والإنسانية ولكن في موضوع نبضات يا ترى يعني شو هي الخطط المستقبلية بالنسبة لكم في المؤسسة لمثل هذه المبادرة وكيف تنظرون لها في المستقبل القادم مثل مثل ما أتعرف أخوة محمود أن المبادرة هذه لها أهداف كثيرة جدا وتصب وتحقق أهداف منها أهداف خاصة في استراتيجية حكومة دبي ومنها الحكومة الاتحادية ومنها الهداف الأنمائية العالمية من ضمن أهداف أنت مثل ما أتعرف يعني الآن المؤشر اللي عندنا أو التوجيه من القيادة الرشيدة أن تحقيق أو تحقيق السعادة فأنت تخيل لو عندك مثلا طفل في البيت ومريض في القلب مثل ما قال فضل الدكتور عبيد أن الطفل هذا يسبب قلق على جميع الأسرة ما بس على رب الأسرة فقط الأسرة كلها تكون متأزمة تدخل في أزمة منها مالية ومنها قلق من وبيبات مع هذا فكون كنت توفر لهم العلاج هذا فمعنى أن كنت ساهمت في تحقيق نوع من السعادة هذا على مستوى المحلية على مستوى العالمي من ضمن الأهداف الأنمائية اللي هي الصحة بند الصحة للجميع أنه تقليل من نسبة الوفايات لدى الأطفال اللي ما بين عمارهم من الحديثين ولده إلى سنة 13 فنبضات هذه النبضات هي عمليات جراحية تجرى للأطفال فهذه البرنامج برنامج النبضات أيضا مشاهم في تحقيق هدف للإنماء العالمي اللي هو تقليل من وفيات الأطفال هاي فالبرنامج النبضات فيه لهدف سحلي لهدف عالمي رؤية المؤسسة أو الفريق قايم على برنامج النبضات بين هيئة الصحة دبي ومؤسس الحمد الراشد مثل ما تعرف أن الإعداد لهذه المبادرة أو التجهيز لها لانتقالها من دولة المرحلة إلى دولة أخرى يبقى لها مجهود كبير فالآن بدأت تنسيق مع عدد دول هنا في الدول كثيرة ترغب في استضافة هذه المبادرة يريد التنسيق معها حاليا في القائمة تغريبا ما يوجد أنه يمكن ما يقارب أرحى أو لكي الدول في الوقت خلال السنة هذه إن شاء الله ولكن بنترح أو بيتم طرح الأسماء الدول هذه في المستقبل جميل نحن في الانتظار يعني إن شاء الله على الخطة المستقبلية ونكون نحن كذلك من خلال برنامج الصحة وسعادة وأيضا من خلال مختلف القنوات الإعلامية اللي موجودة لدى هيئة الصحة داعم رئيسي لهذه المبادرة الإنسانية التي يعني تحمل الكثير من الأفكار الألسامية لهذه المعطاء والخيرة لسه صالح زاهر المزروعي مدير عام مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للاعمال الخيرية والإنسانية نحن نشاكرين لك هذه المداخلة واسمح لنا خذنا من وقتك في نص الاجتماعات إزاك الله خير ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله الله أحفر إن شاء الله والدكتور عبيد ما بيد أقصر إزاك الله خير وما تقصر خير الله خير مشكورين مشكورين يا خير طيب دكتور أنا بطلع فاصل وأدري عندنا الكثير من المحاور ضمن هذه المبادرة ما نتكلم عنها بالتفاصيل بعض الأشياء أنت تطرقت لها من خلال هذا اللقاء وأيضا كذلك المواضيع اللي ممكن نحن نتناولها بالنسبة لمستقبل هذه المبادرة وأيضا نعرف الناس أكثر على هذه المبادرة بالتفاصيل اللي فيها محليا وعالميا إنسانيا وطبيا وصحيا وأيضا إذا لقينا بعض الوقت كذلك منرد على بعض الأسئلة الخاصة بالأمور الصحية في مجال صحة القلب إن شاء الله فاصل مستمعين وما نرجع لكم إن شاء الله صحة وسعادة أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامج صحة وسعادة الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي مستمعين قبل الفاصل كان طرحنا موضوع مبادرتنا بضاة الإماراتية لعلاج تشوهات قلوب الأطفال وأيضا ما يزال ضيفنا في الستوديو الدكتور عبيد محمد الجاسم مستشاري ورئيس قسم القلب وجراحات الصدر بمستشفى دبي مستمر معانا في الستوديو دكتور تحدثنا أن هذه المبادرة في هناك لها شقين شق محلي وشق دولي وأيضا كان معانا قبل الفاصل سيد صالح المزروعي مدير عام مؤسسة محمد راشد المكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية الشريكة الاستراتيجية في هذه المبادرة تحدث عن الحملات التي سوف تقام مستقبلا إن شاء الله والتي تدرس للتوجه خارج نطاق الدولة لإعطاءها أو لتدعيم الحملة عالميا أو وجودها عالميا الآن قبل أن نطلق إذا للمستوى العالمي خلنا نتحدث عن المستوى المحلي ذكرت دكتور مادري يمكن تخوني الداكر شوي أثناء الحوار بس هناك أربع حملات سنويا تقام محليا صح؟ صحيح فإحنا بدأنا مثل ما قلت لك في 2007 نقيم هذه الحملات بالتعاون مع فرق عالمية فبدأنا مع فريق من السويد كان الفريق يحضر عنه أربع مرات في السنة كل مرة مدة أسبوعين يظل الفريق كامل عشر أشخاص لأن الفريق مكون من جراح استشاري تخدير استشاري عناية مركزة فني جهاز القلب تمريض في غرفة العمليات وتمريض في العناية المركزة يعني تشوهت قلب الأطفال محتاجة خصائيين بعدد كبير عساس أن الطفل من أول ما يدخل المستشوى لو لم يطلع تكون العناية كلها مركزة السؤال يقول دكتور منهم الفئة العمرية التي تستهدفها هذه المبادرة الفئة العمرية من أول يوم من الولادة لحد نحن عندنا في هيئة الصحة لحد 13 سنة لكن التشوهات القلبية في بعضها نحن نسميها الصامتة اللي ما تنكشف يعني في أي سنة يكون التشوه موجود بس ما يعاني من المريض ما يعاني من المريض في سن متقدمة ممكن أن بالصدفة نعم بالصدفة يتساري يكشف على شيء معين ولا هذا يكتشون أن عنده تشوه خلقي مما يثر على القلب حاليا لكن لو ظل هذا التشوه مع تقدم السن ممكن أن يأثر على القلب ففي نحن أطفال حتى سن العشرين أو سوري آسف يعني هم كبروا السواء كبار وحتى يعني التشوهات القيامة موجودة عندهم بس 13 سنة طبق 13 سنة سوينا عمليات لناس وصلت أعمارهم 20 سنة وأكثر فإذا نرجع للسؤال الأولاني فبدأنا نحن بتعاون مع فرق عالمية بدأنا مع فريق من السويد كان الهدف مو بس العلاج الهدف أنه تدريب الكادر الموجود في مستشفى دبي في هيئة الصحة فسوينا نحن طبعا فريق محلي مكون مكان من خمس استشاريين مواطنين بذكر اسمائهم لازم بذكر اسمائهم نعطيهم يعني حقهم فدكتورة شهربان عبدالله هي من أوائل خصائية قلب أطفال في الدولة تقوم بتشخيص الأطفال وعنده فريق في مستشفى لطيفة ودكتور سمير سجواني كذلك استشاري قلب أطفال في مستشفى لطيفة دكتور هيتم الهاشمي استشاري تشوهات خلقية في مستشفى راشد ودكتور أحمد الكمالي استشاري قلب أطفال وقصرة في مستشفى دبي وأنا الجراح فكوننا الفريق المواطن الفريق هذا ينسق مع الفرق العالمية وينسق مع الأسر عساس أنني بالأطفال في فترة معينة مركزة مدة سموعين نقوم بحملة داخلية نعالج فيها حوالي 30 ل40 طفل في مستشفى دبي في الفترة هذه وإدارة المستشفى طبعا تساعدنا في تجهيز المعدات والأسرة للأسرة العناية المركزة بعد الفترة هذه الفريق بدأت يعني يكتسب خبرة أكثر وحتى طاقم التمريض والطاقم الفني وبدأنا نتعاون مع فرق عالمية ثانية من إيطاليا ومن أمريكا ومن السعودية دكتور يسألون كيف أنه ممكن يستفيدون من هذه المبادرة محليا الأطفال الموجودين داخل الدولة بالإمكان الاتصال بنا مباشرة من مستشفى دبي أو اتصال في الاستشاريين اللي أنا ذكرت اسماهم في المستشفيات المذكورة سواء مستشفى دبي أو مستشفى لطيفة ومستشفى راشد يقومون بتشخيص حالاتهم وتتحول علينا لمبادرة نبضات ونعطيهم مواعيد لازم أقول أن الخدمة بدأت تتطور حاليا في مستشفى دبي الخدمة موجودة 24 ساعة يعني مم لازم ننتظر حملة يعني في أي وقت من الأوقات في أي طفل محتاج لعملية قادمة مفتوحة وقسطرة الخدمة موجودة متوفرة وهذا تم طبعا بالتدريج هذا كان هدف من الهداف أن نحن نوفر الخدمة هاي بشكل مستمر مجانا دكتور مجانا حاليا خلال الحملات تكون العمليات هاي مجانية مجانة للمقيمين والمواطنين نعم جميل واللي صار بعدين مع تطور وأهداف هيئة الصحة بتوفير الخدمة بشكل مستمر دائم جاءت مبادرة أو مشروع مستشفى الجليلة مستشفى الجليلة بدأوا يكونون كذلك عندهم أخصائيين عندهم فريقنا متكامل حاليا يجرون العمليات عندنا في مستشفى دبي للمكان يجهز فالخدمة متوفرة حاليا على مدار الساعة في هيئة الصحة في دبي الحمد لله توفقنا توفير الخدمة هاي بشكل مستمر نسبة المستفيدين من هذه الحملة دكتور يعني إذا ما بتكلم بشكل عام محليا كم نسبة المستفيدين وعدد المواطنين لاستفادوا من هذه الحملة نعم في البداية يعني كان في تراكم للأطفال هاي هي اللي عندهم بتشوهات خلقية موجودين في الدولة فكانت النسبة طبعا عالية وبدأنا نسوي العمليات هذي واليوم بدت الأعداد تكون عادية مثل ما نقول نسبة المواطنين الوافدين دائما نسبة متساوية تقريبا 40% من الأطفال اللي كنا نسويهم 40% ل 45% منهم كانوا مواطنين طبعا أساس أننا نحن عندنا نسبة الوافدين أكثر من المواطنين في الدولة عموما فنسبة الوافدين تشكل حوالي 55% من الأطفال جميل دكتور نسب النجاح في مثل هذه العمليات محليا بعدما نطرق للحملة عالمية كم نسبة النجاح عمليات القلب المفتوح عموما تقسم إلى ثلاث في تصنيف لهم التصنيف اللي هي العمليات نحن نسميها البسيطة يعني ما في عمليات قلب بسيطة لكن نحن عندنا تصنيف يعني لعمليات القلب نسميها البسيطة اللي هي روتينية ما تكون معقدة ما تكون معقدة والمتوسطة والمعقدة أو العالية الخطورة حاليا عالميا العمليات اللي هي البسيطة والمتوسطة الخطورة والمعقدة ما تقبل نسبة مضاعفات ووفيات أكثر من 5% يعني من 1 إلى 5% الحمد لله نحن يعني كل الناس اللي عندهم أطفال اللي يوننا يايين من البيت مو بيايين بحالة طارة يدخلون الحوادث ويدخل العنال المركزة وعقب العملية لا الناس اللي نكتشف فيهم تشوهات الخلقية ويايين بشكل طبيعي نسبة النجاح الحمد لله رب العالمين 99% 100% تشوهات الخلقية مثلا فيه طفل ينولد وعنده مشكلة في القلب ولازم تدخل مباشر يعني إذا ما سويت التدخل هذا ممكن الطفل فهي نسبتها طبعا فيه نسبة النجاح تختلف تتراوح من 50% لـ 90% لكن الحمد لله لليوم أنا أذكر يعني من 2007 لليوم حوالي 750 عملية داخل الدولة وخارج الدولة أنا أذكر نسبة المضاعفات كانت قليلة وعدد الوفيات صارت بنسبة أفتكر 1% لـ 2% دكتور أنتوا من انطلاقة الحملة اليوم كم حملة علاج سويتوا 21 حملة نعم واستفادوا منها أكثر من 750 طفل وكلهم بالمجان وكلهم بالمجان وكلهم بالمجان سواء داخل الدولة وخارج الدولة خارج الدولة الآن خلنا نتكلم عن الحملات الخارجية تمام كم حملة صارت أربعة؟ أربعة حملات صحيح أين الدول رحتوا؟ قمنا حملتين في السودان وحملة في أثيوبيا في أديسة بابا وآخر حملة كانت في ديسمبر في نواكشوت في موريتانيا وقمنا حوالي في السودان سوينا تقريبا 120 حالة في أثيوبيا كانت الأمكانيات أقل في حملة هاي في السودان في حملتين حوالي 120 حالة في أثيوبيا كانت الأمكانيات الموجودة في المستشفى أقل سوينا حوالي 43 حالة وفي نواكشوت سوينا حوالي 63 حالة هاي كلها في مدة ثمانة أيام السبوع يعني تقريبا جميل القسطرة وقل مفتوح ترى ما شاء الله الساد صالح ما عطانا الخطة المستقبلية مالتكم قال في من أربع إلى ست دول موجودة ضمن الخطة ما أدري أنت بتقول لنا شيء عن الخطط المستقبلية طبعا في خطط مستقبلية وشغالين عليها طبعا أنا بس أضيف إضافة أننا بعد ما بدأنا الحملات الداخلية داخل الدولة بدأت تينا طلبات من خارج الدولة من أسر ومن مراكز مراكز عندهم ممكانيات طعيفة فطلبوا مساعدتنا في 2012 أطلقنا الحملات العالمية وغيرنا اسم المبادرة سابقا كانت تسمى مبادرة علاج قلوب الأطفال غيرناها إلى نبضات وحطينا لها شعار وكان دعم كامل من مؤسسة محمد براشد الأعمال الخيري ونسيين الثانية وهيئة صاحب دبي الانطلاق إلى العالمية وبدأنا نسوي الحملات العالمية فالحملات العالمية هذه نحنا نستقلها مع فرق عالمية نحنا ما نقدر نطلع كل الموظفين نحتاج عشرين شخص تقريبا أساس أن نقوم بعمليات القسطرة وقلب مفتوح فبدأنا نتعاون مع أشخاص ومنظمات وجمعيات ومستشفيات وبدأنا نسوي نتورك أو شبكة من الطباء والفنيين يساعدون في النبضات فيطلع فريق جزء من مستشفى دبيا وهيئة الصحة أو جزء من خارج الدولة أحين غالبا نتعاون مع أشقانه في السعودية فيه طبعا زادت طلبات عندنا الخطط المستقبلية كذلك نحنا نسوي بين 4 إلى 6 حملات خارج الدولة التركيز حاليا أكثر خارج الدولة صراحة لأن الخدمة متوفرة حاليا في هيئة الصحة في دبي على مدار 24 ساعة مثل ما قلت الخطط المستقبلية جتنا طلبات عندنا حاليا طلبات من مصر يمكن ثلاث مراكز في مصر عندنا من المغرب مركزين كذلك أثيوبيا يتصلون فينا عساس أن نسق حملات مستقبلية عندهم والسودان وكذلك تاجيكستان وبنغلاديش فهذه الخطط كلها موجودة لسنة 2016 و2017 هني أنا بعد أبغي نوه لي مثلة يعني مهمة وأعتقد تهم الكثير من المستمعين موضوع تحمل تكاليف علاج الأطفال بالنسبة للأطفال المواطنين الهيئة تتحمل تكاليف علاجهم أما بالنسبة لعلاج الأطفال من الجنسيات الأخرى فهي على المؤسسة على مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية هي التي تتكفل بتكاليف هذا العلاج الخاص بالوافدين هذا في دولة الإمارات نعم خارج دولة الإمارات عندنا طبعا الهيئة توفر الكادر وتوفر بعض الأجهزة الأساسية أن نحتاجها للحملات لأننا عندما نصبح حملة خارج الدولة مثل ما قلت لك 20 شخص من الطباء وفنيين بالإضافة للكادر الإداري من المؤسسة ومن الهيئة طبعا في طيران وفي إقامة وفي معيشة وهذه الأمور أمور اللوجستية نعم اللوجستية تتكفل فيها المؤسسة بالكامل جميل زم الله خير وكذلك شراء المواد الاستهلاكية للعمليات نحن تقريبا في كل حملة يمكن نودي ويانا مواد استهلاكية ألف كيلو لأن كل عملية أنت عندك مواد استهلاكية سواء في القصرة أو في وهي المواد تكلف فالتكلفة تتحملها مؤسس شيخ محمد بن راشد العمال الخيرية الله عزام الخير إن شاء الله دكتور أنا بس أبغي أوضح أن العملية الوحدة للطفل الواحد كم تأخذ وقت شوف مثل ما قلت لك بعد تصنيف فيها العمليات البسيطة يعني أبسط عملية مثل لو قلنا يعني كأفرج كأفرج شوف عندك أنت مثلا مثال وصلة شريانية نحن نسميها هاي مع الولادة مفروض فيه شريان صغير بين الشريان الأبهر والشريان الرأوي هذا مع الأول ما ينولد طفل لازم يتسكر إذا ما تسكر يصير فيه تدفق دم أكثر من لازم للرأة فالعملية هاي ما نستخدم فيها جهاز القلب تأخذ عشرين دقيقة تدخل بين الضلوع تشوف الشريان هذا تسكره بالكليبس عمليات ثانية مثل فتحات بين الأدينين تقوم بين الأدينين هاي تأخذ من مدة ساعة تقريبا في العمليات المعقدة ممكن تأخذ ست ساعات أو منهم يمكن ثلاث ساعات على جهاز القلب لأننا خلال العمليات هذه إذا فتحنا القلب لازم نوقف القلب ونوصل الدورة الدموية للجهاز الجهاز هو هذا اللي يمشي الدم في الجسم فيقوم بدل بوظيفة القلب والرأة جميل طيب إذن هي يعني عمليات قد تكون معقدة وقد تحتاج أوقات كثيرة أن الواحد ممكن يتم فيها صحيح وأيضا أكثر من طبيب يكون موجود في هذه نعم فالحملات الخارجية نحن نروح أول شيء حملة استطلاعية نسميها يروحون شخصين أو ثلاث أشخاص للمركز نشوف الأمكانيات الموجودة عندهم الأمكانيات والحالات في غرفة نعم فننسق مع الفريق المحلي الموجود مثلا في السودان مثلا نروح نجلس مع الطباة نشوف المركز نشوف غرفة العمليات غرفة القسطرة شو الأشياء الموجودة شو الأشياء الناقصة نرتب ننسق معهم وبعدين طبعا لما نقوم العمليات يعني لازم لو عندنا غرفتين عمليات أحسن غرفة وحدة غرفتين عمليات على الأقل نقدر نحن نسوي أربع لخمس حالات قلب مفتوح يوميا جميل دكتور الوقت يدهمني بشكل سريع لكن أنا هنا أبغي أتطرق لموضوع جدا مهم في وجود مثل هذه المبادرة هناك يجب أن يكون دور للقطاع الخاص في دعم مثل هذه المشاريع يجب أن يكون هناك رعاية لمثل هذه المبادرات الخيرية الآن في مبادرة نبضات يا ترى ما هي الشراكات التي تواجدت مع القطاع الخاص في هذا المجال أم خلنا نصيغ السؤال بشكل آخر هل هناك خطط لاستقطاب المزيد من الشراكات في دعم مثل هذه الحملة الخاصة وأنها تحمل يعني معنى إنساني معنى إنساني وأيضا فيها سمعة دولة الإمارات صحيح طبعا نحن تحدثنا في هذا الموضوع مع المؤسسة والهيئة وفي خطة يعني في وحصار حديث مع بعض المؤسسات الخاصة والشركات الخاصة على دعم مبادرة نبضات يما بشكل حملة كاملة أو بشكل جزئي ففي مشروع حاليا نحن نفكر فيه عساس إنه نحن نبدأ نسمي قلبي مستقبلي هذا نفكر نسويه بدعم مع مؤسسة بدون ذكر اسمع حاليا وهما أعطونا الموافقة المبدئية عساس إنه نحن نفحص على تشوهات القلب الخلقية عند الأطفال في المدارس في سن معين نحن متجهين عساس إنه نكشف على الأطفال بين سن الثمانية إلى اتناعشر سنة في المدارس لأن في بعض التشوهات مثل تمر بدون عندي دقيقة دكتور مهدديني هناك أشوفك مهدديني في الكنترول أمع عينك دكتور في أقل من دقيقة يعني كلمة أخيرة تبغي توجهها أنا حبيت طبعا مرة ثانية أشكر دور مؤسسة محمد براشد العمال الخيري والإنسانية الكبير على دعمهم لمبادرة نبضات التي انطلقت من هيئة الصحة بدبي ودور المسؤولين في هيئة الصحة بدبي وكل المدراء السابقين وحاليا مع رئيس هيئة الصحة بدبي حميد القطامي على دعم الكبير للمبادرة وفريق نبضات وكذلك الثقة الكبيرة التي أعطونا إياها لإجراء العمليات هذه المعقدة في هيئة الصحة بدبي نفتخر بوجود فريق مثل هذا في مستشفى دبي وهيئة الصحة بدبي وإن شاء الله الله يقدرنا على قامة مزيد من الحملات وخدمة المجتمع داخل الدولة وخارج الدولة وخاصة لأطفال جملة أخيرة طفل مثل هذا يكون مهدد بالخطر تسوي له عملية بسيطة حتى لو عملية معقدة يكون مهدد بالخطر حياته مهددة بالخطر أنه يتوفى فتسوي للعملية هذه يرجع سوي وممكن باتشر يساعد أهله ويعين أسرته ويكون عضو فعال في المجتمع ويمكن يطلع وزير ما تدري إن شاء الله يا رب دكتور عبيد محمد الجاسم استشاري ورئيس قسم القلب وجراحات الصدر بمستشفى دبي نحن شاكرين لك هذه المقابلة وتشريفك لنا في الستوديو وهذه التوضيحات بالنسبة لي مبادرة نباضات عموما مستمعين أنا بضيف على كلام الدكتور هناك يعني دور جليل يجب أن تقوم به المؤسسات في القطاع الخاص وهني أحب أذكر كبريات المؤسسات في دعم مثل هذه المبادرة ما تكلم عن مبادرة نباضات بشكل خاص لا كل المبادرات الخيرية في هذا المجال يجب أن يكون هناك دور كبير من قبل القطاع الخاص في دعمها خاصة إذا كانت هذه المبادرات تحمل سمة عالمية مبادرة نباضات هي تأتي من انطلاق من التزام هيئة الصحة بدبي بتوفير أرقى الخدمات العلاجية للمرضى في ظل تزايد عدد الأطفال المصابين بتشوهات قلبية وارتفاع الكلفة المالية لإجراء مثل هذه الجراحات وندرة توفر الأطباء الجراحين في هذا التخصص الطبي الدقيق يعني على مستوى العالم فما بالكم على مستوى الدولة إذن المبادرة لها انعكاسات إيجابية على المرضى وعلى ذويهم من ناحية تخفيف العب المالي عن كاهل الأسرة وتوفير الراحة والاستقرار النفسي لهم وتفعيل أيضا برنامج التعليم الطبي المستمر من خلال نقل الخبرات العالمية وتوطينها بمستشفيات الهيئة وهذا اللي صار في هذا المبادرة في هذا المجال الطبي عيسى برج بعيونه فعشان شي نحن لازم نختم نقولكم مستمعين في الختام نشكركم على حسن المتابعة والشكر جزيلا لضيوفنا وكل الشكر لمخرجنا السادة عيسى سبيل وكانت معنا في التنسيق للسادة أسمى الجناحي وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر